السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد النهاردة جماعة نتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم الناس اللي معها ايفون ومعها اندرويد كمان بيحتاج احيانا ان هو يبعد صور او فيديوهات من الايفون للاندرويد والعكس طبعا الموضوع ده بيبقى يعني متعب شواء لان طبعا الايفون والاندرويد مفيش وسيلة اتصال حقيقية بينهم اكتر من اللي احنا هنعمله المهاردة معروف طبعا ان الايفون عشان تنقل الداتا بتاعتك من عليه فانت بتحتاج ان انت توصله الجهاز الكمبيوتر عن طريق برنامج طبعا خاص به ولكن احنا المهاردة هنتكلم عن لو عايزين نبعد فيديو او صورة من الايفون للاندرويد والعكس هنعمل الكلام ده ازاي بطريقة سهلة ان شاء الله ونبدأ على طول عشان ما نضيع شوات اول حاجة هنعملها ان احنا هندخل على تطبيق المتصفح ايا كان يعني نوعه وليكن هنفتح هنا كروم وكمان هنفتح في الاندرويد تطبيق كروم برضو هنكتب هنا جماعة في البحث كلمة سناب دروب هندوس عليها كده ونفتح اول موقع يبان معنا زي من شايفين هيفتح معاك بالشكل ده وتعمل نفس الكلام في الاندرويد هتكتب سناب دروب ونختار برضو اول موقع زي ما قلنا هيفتح الجهازين بنفس الشكل ده وكل جهاز هيشوف التاني يعني حاجة كده زي ما يكونوا دخلوا في شبكة افتراضية كده مع بعض بيشوف كل جهاز التاني هنا موجود الاندرويد الايفون شايف الاندرويد وهنا الاندرويد شايف الايفون طيب نبدأ دلوقتي ان احنا عايزين نبعت حاجة من الايفون للاندرويد هندوس هنا على الايكونة دي اللي بتاعة الاندرويد دي كده هتلاقي في حاجة اسمها مكتبة الصور وفيه التقاط صورة او فيديو وفيه اختيار ملفات يعني انت قدر تبعت اي حاجة صور فيديوهات ملفات ايا كان هنجرب دلوقتي على مكتبة الصور هندوس عليها بالشكل ده هتفتح لك مكتبة الصور كل اللي انت هتعمل انت هتحدد الصورة اللي انت محتاجها وبعدين تعمل اضافة بعد ما بتعمل اضافة بتلاقيه ظاهر عندك على جهاز الاندرويد بالشكل اللي انت شايفه ده تقدر تعمله save بالطريقة دي وتعمل الصورة اللي واعدها save خلاص كده اكتملت عملية التنزيل لو خرجت ورحت على الستوديو وفتحت الملف اللي هو فيه التنزيلات هتلاقي الصورتين اللي احنا بعتناهم دلوقتي طيب عايزين نعمل نفس الكلام ده على الاندرويد يعني عايزين نبعت للايفون صور موجودة هنا على الاندرويد هتعمل نفس الطريقة هتدوس على الايكونة بتاعة الجهاز الاسمه iOS iPhone وبعد كده بتدوس على اداة اختيار الوسائط هتفتح معاك وجهة الملفات بتاعة جهاز الاندرويد هندوس على الستوديو هتفتح التنزيل مثلا الوليكم هنختار الصورتين اللي احنا لسه بعتنهم للاندرويد من الايفون وهندوس على تم ظهروا برضو بنفس الطريقة عندنا في الايفون هندوس على وبعد كده هندوس على سيف برضو نحفظ الصورتين هل تريد بدء تنزيل جديد هنعمل حسنا وهينزل لنا الصورتين اللي احنا بعتناهم من الاندرويد والعكس وده كان فيديو النهاردة يا جماعة اتمنى اكونوا استفدتم به ويكون حل لكم مشكلة نقل الملفات او نقل الصور او الفيديوهات من الاندرويد للايفون والعكس وان شاء الله نتقابل الحلقة جامعة موضوع جديد شكرا لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته